السلام عليكم طلابي وطالبات الصف الرابع الاتدائي واول درس من دروس النصوص نص اسلامي يا مصر نسمع النص في البداية ونركز ما بقى يكي ان الدنيا جدا فذل لن تستكني ابدا انني ارجو عيو اغلا ومعي قلبي وعدم للجهاد قل قلبي انت بعدد بي لديك لديك يا رب سلام نسمع النص مرة تانية يكي ان الدنيا جدا فذل لن تستكني ابدا انني ارجو عيو اغلا ومعي قلبي وعدم للجهاد قل قلبي انت بعدد بي لديك لديك يا رب سلام وعي سلام يا فلادي ان رمان ورزيها قل قلبي انت بعدد بي لديك يا رب سلام نبدأ بتحليل النص نبدأ بتحليل النص مع بعض اسلامية مصر نص للشاعر مصطفى صادق نبدأ بكراءة النص اسلامي يا مصر انني الفدا زي يدي ان مدت الدنيا يدا ابدا لن تستكيني ابدا انني ارجو مع اليوم غدا ومعي قلبي وعزمي للجهاد ولقلبي انت بعدد دين دين لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي ان رمى الظهر سهامة اتقيها بفوادي واسلامي في كل حين نبدأ بتحليل الابياد من معاني ومظاهر جمال وشرح البيت الاول اسلامي يا مصر انني الفدا زي يدي ان مدت الدنيا يدا نبدأ بالمعاني اسلامي ان يعيش في سلام والعكس اهلكي يا مصر انني الفدا الفدا يعني التطهية بالنفس زي بمعنى هذه مدت الدنيا يدا مدت يعني بسطت وعكسها قبضت نأتي للشرح يدعو الشاعر لمصر ان تسلم من الاعداء في كل وقت وكل حين ويقول هذه يدي ان مدت جميع الدنيا يديها لمساعدة فانا اول من يمد يده اما مظاهر الجمال اسلامي يا مصر فتخيل الشاعر مصر انسانا يندي ويدعو له اسلامي اسلوب امر غرضه الدعاء فلما يجي السؤال يقول لي ما الجمال في اسلام يا مصر هقدر اقول اسلوب امر وقدر اقول انه تعبير جميل تخيل الشاعر مصر الانسان يدعو له او ينديه وايضا في مصر اسلوب مداء غرضه التعظيم انني الفدا وهذا اسلوب مؤكد بان يؤكد اسرار الشاعر واستعداد الشاعر على التضحية بنفسه من اجل مصر فلما يجي يقول لي ما الجمال في انني الفدا هنقول له حاكتين اسلوب مؤكد وتعبير جميل يدل او يؤكد على استعداد الشاعر التضحية بنفسه من اجل الوطن زي يدي ايضا تعبير جميل يدل على استعداد الشاعر التضحية بنفسه من اجل مصر اما البيت الثاني ابدا لن تستكيني ابدا انني ارجو مع اليوم غدا نبدأ بتحليل المعاني تستكيني اي تغضعي وتزلي والعكس والمضاد تعزي وتكرمي انني ارجو ارجو اي اتمنى والمضاد اي اس اليوم يعني الحاضر والعكس والمضاد امس غدا وهو المستقبل ففي الجمال يقول الشاعر انني ارجو اول مبدأ بانني ارجو يبقى اسلوب مؤكد بان يوحي بالامل في غد افضل ومستقبل مشرك وبين الغد واليوم تضاد وفائدة التضاد انه يوضح المعنى ويقوي ومعي قلبي وعزمي للجهاد ولقلبي انت بعد الدين دين سوف يدافع الشاعر عن مصر بقلبه واسراره وعزميه ضد كل الاعداء وحبك يأتي يا مصر بعد حب الدين ففي المعاني عزمي اي اسراري والعكس ضغفي وتكاسلي الجهاد اي الدفاع عن الوطن بعد المضاد قبل قلبي وعزمي يدافع بهم الشاعر عن مصر فهنا تعبير جميل فقد تخيل الشاعر قلبه وعزمه سلاحان يدافع بهم الشاعر عن مصر فلما يجي يقول لي ما الجمال في قلبي وعزمي للجهاد او معي قلبي وعزمي للجهاد هنقول تعبير جميل فقد تخيل الشاعر قلبه وعزمه سلاحان يدافع بهم عن مصر لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي إن رمى الظهر سيامة أطقيها بفؤادي واسلمي في كل حين يدعو الشاعر ويتمنى الشاعر لمصر أن تسلم من كيد الأعداء في أي وقت وإن رمى الظهر بمصائبه فإنه سوف يدافع عنها بقلبه رمى أي ألقى وقذف الظهر أي الزمن والجمع دهور وأظهر سهام أي المصائب أطقيها أي أحميها حين يعني وقت وهذا ما يقول الشاعر أنه على استعداد تام بالتضحية بنفسه في أي وقت أما بمظاهر الجمال نرى لك يا مصر السلامة فهنا تخيل الشاعر وصور الشاعر مصر إنسان يناديه ويدعو له بالسلامة يا مصر وتكرار لفظ يا مصر أو جملة يا مصر تعبير جميل يدل على شدة حب الشاعر لمصر رمى الظهر سهام فهنا أيضا تعبير جميل حيث تخيل الشاعر الظهر إنسان يرمي السهام ويأتي بعد ذلك ويقول أطقيها بفؤادي فهنا تعبير جميل يدل على إيمان الشاعر بضرورة التضحية بنفسه من أجل مصر ودفاعا عن وطنه أشكركم هذا هو نص إسلام يا مصر كان معكم سور ابراهيم وشوف من المدرسة الإنقليزية